اشتركوا في القناة كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت في مايو 2009 قرار بإلزام الحكومة بحجب المواقع الإباحية على الإنترنت إيه اللي حصل؟ الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات وقتها أكد استحالة حجب المواقع الإباحية من على الإنترنت وعشان نعرف أكتر عن إمكانية فعلا إذا كنا ممكن نقدر نحجب المواقع تلك الإنترنت أو غيرها من المواقع أو غيرها من أي حاجة ممكن ما تعجبش أي حد هل فعلا ممكن يحصل ده؟ هل فعلا ممكن نحجب مواقع إباحية أو أي موقع من على الإنترنت؟ ممكن طبعا يطلبوا بكده وممكن يعملوا كده لكن على أرض الواقع إن ده يتطبق ويأثر فعلا مستحيل طبعا يعني فكرة المنع دي فكرة خرافية انتهت يعني يعني ما فيش طب هل في تجارب ممثلة حصلت في دول تانية إن اتقفلت فيها مواقع بعينها؟ فيه فيه أقرب حاجة لنا طبعا السعودية فيه في إيران فيه في الصين فيه في كوريا دي بعض الدول اللي ولحظي الأنظمة السياسية اللي بتحكم من دول دي أشكرك يعني بين قوسين كده كلها حاولت النهاية تحجب سواء بمواقع إباحية أو مواقع سياسية لكن فكرة الحجب والمنع ذات نفسه عندها ده مشروع وردي بيعمل هل ده نجح عندهم؟ لا ما نجحش خالص 96% من الشباب اللي بيستخدموا البروكسي اللي هي الأدوات اللي هي الكسر الحجب بيستخدموها عشان يخشوا على المواقع الإباحية أنا في اعتقادي إنه ممكن كانت النسبة دي تبقى أقل كتير جدا لو مكانش فيه مناعي يعني لكن لا يعني باختصارا لا مستحيل يتم وكل التجارب اللي تمت قبل كده فشلت فشل زرية ويمكن المستغرب إن النائب الجميل الطيب ده قبل ما يطلع ويقول الكلام ده يعني مش أقول سيرش عن نتعشان دي ممكن تكون بالنسبة له كلمة إباحية يعني يدور يقرأ يسأل يجيب الوقت صغير ابنه ولا حد جاره ولا يسأل هنا ولا يعرف يعني أنا قبل ما أطلع وأتكلم وقف قدام في مجلس الشعب مع خمسمية وتمانية من أعضاء الأم اللي هم المفترض خلاصة الخلاصة أعمل دولي سيرش بسيط سيرش بسيط بلا سيرش دي يعني أسأل حد أدور هنا أشوف هنا يا جماع إيه حكاية المواقع يبقى حياة دي طب ينفع ده يبقى حتى يبقى شكلي حتى لو أنا مش فاهم يبقى شكلي فاهم لكن المينمم من المعرفة والقدرة على التواصل مع الآخرين عشان أليم معلومات للأسف مش موجودة خالص في الطلب ده طيب خليني أقول لحدرك كمان إن فيه موطوع تاني أصير مبارح عن تقديم النائب السلفي أستاذ محمود عبد المردي بيان عاجل لمجلس الشعب خاص بحجب المواقع اللي بتتناقل ما كتبه الكاتب السعودي حمزة الكشاشجي المتهم بالإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحجب المواقع اللي بتنشر الإساءة وطبعاً إحنا بنتكلم على مواقع فيسبوك وتويتر وكلام ده كله هل فيه إمكانية تكنيكلي أن أنا فعلاً أقدر أقفل فيسبوك وأقفل تويتر كمان؟ القصة كلها إن الشركات المزاودة لخدمات الإنترنت اللي هي اسمها ISP Internet Service Provider دول اللي هم 3-4 في مصري يعني هم اللي معهم الرغصة إيه؟ الحكومة ممكن تبدأ تقول لهم يا جماعة الدومين نيم ده أو الـ URL ده العنوان ده يحجب لا أي حد يدخل عليه يلاقيه الإيمة براكن الإيمة مش موجود خالص ده ممكن يقدروا يعملوا ناحية ومنتهى ببساطة مش محتاجة يعني أي مجهود خالص غير إن العالمين دي يتم فلترته لكن على أرض الواقع فيه أدوات كتيرة جداً للكسر والحجب هرجع معاك على فكرة بس الحجب والكسر دي دي مستحيلة تتم خلاص أوكي أولاً التوقيت بتاع الطرح نفسه توقيت غريب وأنا في اعتقادي توقيت شاز إن احنا في الظل هذه الكم الكبير من المشاكل والألأ والإنفلات الأمني والإنفلات الأمني وعندنا مشاكل في الإعلام والإنفلات الأمني والتعليم والصحة وفي كل حالة عندنا كم مشاكل وإيه بقى إيه من المشاكل المهمة والوقتية اللي هو الإبقاء عليها يوم واحد هيعرضها للانفجار أنا جايلك دلوقتي وفيه إضراب على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي فيه تقريباً زن أمورية في المحور في وسط البلد يعني فيه مشاكل ده هنا بنتكلم على محيط بس القاهرة مبالك بالأقلين فهل ده توقيت مناسب إن أنا أطرح هذه الفكرة حتى لو فكرة جميلة ورومانسية وقد تبدو من إنها تدعو للأخلاق ودي أحد المشاكل إن إحنا لما أنا وإنت ده تنقض نتكلم في القصة دي وأنا أبدأ هاجمها فأوتوماتيك بالنسبة للناس كتير للأسف يعني إن أنا بشجع المواقع الأبحية أو اللي ضد الفكرة ومتشجع الفسق أو فسق بقى والفجور فحدة كده عديد لكن الواقع بيقول إن التوقيت اتطرح غلط جداً إمكانية الحجب تيكنيكال صعبة يعني صعبة إن هي تنجح مش صعبة إليها تتنفذ لأ صعبة إليها تقضي غلطها ما أنت مش عايز تمنع عشان تمنعه بس يعني هي مش 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 مجرد داعي وأفض منك يا حدريك إن حدريك حتى لو كان فيه دول مماثلة قامت بالعمل ده ما نجحتش فشل تفشل زريع يعني مش مجرد ما نجحتش ده بالعكس أنا في أعتقد إن هي قدت العكس مش مثلاً ما نجحتشه بس في فرق بالنية نجحت وما نجحتش في فرق بالنية اللي عملته ده أدى لعكس ما تريده يبقى الصعوبة التقنية الحاجة المهمة جداً كمان السمعة العالمية ودي بقى اللي تفرق جداً معي أنا كراجل يعني متخصص في الـ IT إن لما تبقى سمعتنا في العالم إن إحنا من الدول اللي هي بتعتمد سياسة الحجب والمنع والغلق ده مش كويس جداً في النحية الاقتصادية في استثمارات التكنولوجيا وأعتقد إن استثمارات التكنولوجيا كتير جداً وعندنا الحمد لله يعني يمكن كانت من القطاعات الواعدة قطاع التكنولوجيا مع معنات الاتصالات في مصر ما قبل الثورة وإن شاء الله بعد ضعف مصر أعتقد إن القطاع ده هينمو بشكل كبير جداً القطاع ده تقريباً هو اللي زأ صناعة كبيرة في الهند وهو اللي فرق كتير جداً مع دول زي رومانيا زي البرازيل زي توركيا كل الدول دي كتير جداً من اقتصادها أيم على اقتصاد المعرفة اقتصاد تكنولوجيا معنات الاتصالات فكرة المنى والحجب ذات نفسها يعني انتهت من التاريخ ما بقاش موجودة يعني فكرة إن أنا أمنع حتى بالتعامل مع الحاجات دي هقول لحضرتك كمان يمكن أعيز أعفراري حضرتك في سياق نفس الموضوع طالت نائب آخر بتشكيل لجنة من الأزهر لمتابعة ما يصدر عن المواقع الإلكترونية وتكملة الخبر بالزبط كده توفير قراصنا لمهاجمتها وغلق هذه المواقع نصرة للإسلام وإن ده بيعتبر جهاد في سبيل الله فعايز أعرف من حضرتك إزاي ممكن تتم قرصانة الموضوع ده بهذا الشكل على المواقع التواصل الاجتماعي في زبك و تويتر نصرة للإسلام يعني أنا بجد حزين جداً أن أنا بسمع الألفاظ دي وهذا الزخم وهذا المجهود اللي بيبذل في أشياء لا تجدي يعني النائب المحترم اللي برضو ما خدش خمس دائماً وقته أنه يبدأ يسأل ويبدأ يفهم أهل العلم ومش أقول أهل العلم من جهات تانية أهل العلم حتى يعني أنا معرفش ده كان حزب النور أو حزب الأصالة بس أنا واسق ومتأكد وأعرف بعضهم على علم في حزب النور وفي حزب الأصالة بدليل أنه نادر بكر النهاردة طلع يعني كان بيستنكر التصريحات دي يعني عندهم بعض الناس اللي هو على علم ليه أنا ما استغرقش ربع ساعة ونص ساعة من وقته أبدأ أسأل الناس قبل ما أطلع وأقول غلق الفيسبوك غلق تويتر نصرة للإسلام وده بسبب شاب سعودي كتب كلمتين على تويتر مش منطقي يعني لو مثلاً دلوقتي واحد طلع كتابه والكتاب ده قال فيه مقال هل ده معناه أن احنا نقاطع كل الكتب؟ وهل لو كمان حد يمكن زي ما حريك سماتة أنك فيه تصريحات بتكفير نجيب محفوظ واللغة الإنجليزية واللغة الإنجليزية وغيرها 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 لا هي بص هي برضو نفس الطريقة فكرة التفكير الواحد يعني أنا مش راجل وجد نظر واحدة مش هلس مع حاجة تانية أنا مش راجل متدين سوريا مش راجل متعمق في الدين لدرجة بس اللي أنا عرفه في الإسلام الصحيح السليم أو الفطرة الحسنة أنها بتدي مساحة كبيرة جداً من الحرية ده صحيح يعني فيه مسألة فقهية جميلة جداً بتبين الدقيق الإسلام بيرتقي من فكرة الحرية الفرد عن ما عداها حتى لو كان الإسلام أو التوحيد يعني فيه مسألة فقهية شهيرة أن امرأتين اختلفتها على صبي واحدة بتقول ده ابني والتانية بتقول ده عبدي اللي بتقول ده عبدي ده مسلمة واللي بتقول ده ابني ده المسيحية بإجماع العلماء أعطوا الصبي للإمرأة المسيحية وطبيعة هيطلع على دينها وما دهوش للإمرأة المسلمة لأنه هيطلع عبد فقيمة الإنسانية قيمة أن أنت تبقى صاحب قرارك تبقى تاخد ودي المتعب يعني أنا ده وقت لو جيت منعت طب الأفضل مش من منع أن أنا أقوم الأخلاق يعني النائب اللي بيتكلم على المنع الفيسبوك وتويتر وفيهم بعض الحاجات وأعلنت بعض الحاجات وزي الدنيا كلها وزي في الشارع وزي في كل حتة كل حاجة فيها حلو ووحش بس أنت ده التي لازم ارجع بقى من الأساس قول أطور تعليم أقول لك معك قول أن أنا أحجب المواقع دي في المدارس وفي الجامعات وفي المؤسسات الحكومية تملك هذا ولقى الحق يعني لكن ملكش الحق لأن أنت تحجب على الناس ما يريد يروه أو ما لا يروه في بيوتهم تقدر تدعو لده في الحكومة وفي وزارة التعليم وفي كل المنشآت والمواصل الحكومية منطقي ومقبول تقدر تدعو حتى القطاع الخاص أنه يقوم بحاجب المواقع دي أو المحتوى اللي أنت شايفه دار طبعا من غير إلزام أوكي لكن البيوت والإنسان لا ما أعتقدش أن ده سليم يعني بس في قصة برضو زريفة برضو عشان برضو قصة بتاعت الحاجات الإباحية دي ألمانيا من سنتين كان فيه دي بيت كده ما بين البرلمان وما بين الإعلام على فكرة الحجب حجب المواقع وكان الكلام مش على حجب المواقع بشكل عام على حجب المواقع الإباحية اللي بتقدم محتوى جنسي في استخلال الأطفال فده كان مسيق جدا لأنه هنا الحكومة هنا كان بتنظر الأمر أنها مطالبة بحماية الأطفال لأن الطفل فيه نتابب أن هو خلاص طفل فأنا قدر أحجب لحماية هذا الطفل فكان فيه منطقي أنا لو كان هو قال كده كنت أنا هحتلم وجهة نظره أكتر من أنه يطلق في العموم حجب المواقع الإباحية وحجب الفيسبوك وتويتر يعني ده مسيق وبيفكرني بما كان بيتم أيام النظام القديم أي واحد عايز يزيد يطلق يقول لك هنحجب النت أي واحد عايز يقول لك لأ ده الفيسبوك خراب ده الفيسبوك بيودي البلد في دهية ده العلال على الفيسبوك تقول لأ عاديين فاضي عاديين بيعملوا يعني مشهد لو مشهد مؤسف طبعا يمكن سبايا انتخابات الرئاسة بدأ وبدأ الترشح وبدأ الترويق من المرشحين على مواقع فيسبوك وتويتر هل ممكن يكون للشبكات دي دور فعلا في اختيار المرشح الرئاسي لمصر؟ أعتقد هي بقى لها دور واقع كمان يعني وحتى كمان نبدأ من أول السيناريو من أول هل ليه كان دور في إزالة النظام القديم وإزاحته؟ كان ليه فليه دور في إزاحت النظام القديم؟ خلينا برضو كمان نقول إن كان ليه دور كبير جدا لأن نكتبنا حد أن يشتغل في العمل السياسي وبتحجب عنه كلام ده كله ولأ وسيلة تانية إنه يعبر فيه عن رأيه ويعرفن هم يلموا بعض من خلال فيسبوك وتويتر فوضح إن أكل ليه دور لا أنا عايز بس يعني أنا بحس إن بدأت تتشوي السمع للشبكات الاجتماعية لا أما هو ده حاجة تانية ده حاجة تانية عشان بس نحاول عشان كده ممكن منها نقفل فيسبوك وتويتر بعد كده ما ده برضو تفكير يعني الناس دي غيبة خلص يعني دي أداب أنا في اعتقادي إن لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود بيننا حاليا لأمر باستخدام هذه الوسائل زي ما أمر باستخدام الشعر عشان يوصل الرسالة أعتقد إن الشبكات الاجتماعية والإنترنت والتليفزيون وكل الأدوات دي كلها أدوات يمكن استغلالها بشكل جيد جدا حتى بعض الناس اللي بتتكلم على المحتوى الموسيق قدم أنت المحتوى الكويس يعني اجذب الناس أنت بتقول في مواقع عباحية طيب خلاص هذا معناه إن في ناس بتروح للمواقع العباحية قدم لهم محتوى راقي محترم يجذبهم ويبعدهم عن المحتوى الإباحي ده أرجع لقصة الانتخابات الرئاسة بشكل يعني واضح جدا كل المرشحين موجودين على الفيسبوك كل المرشحين أغلبهم كما على تويتر وليهم نشطة كبيرة جدا يمكن بردي أول واحد بأمانة بدأ خطوة الفيسبوك وتويتر من خلال حملته لكن دلوقتي كل المرشحين موجودين بشكل كبير جدا يمكن بتنقصهم قصة التفاعل أكتر بقى يعني اللي هو التفاعل مع جمهور الفيسبوك وتويتر من خلال بقى يعني في أفكار كتيرة جدا يمكن أوباما كان هو أول من يعني أو حملة أوباما كانت أول من ابتكرت مجموعة من الوسائل الدعائية لاستغلال الفيسبوك وتويتر من خلال بقى صفحة فيها تجميع أسئلة حوار بيتم أولاين هو المسؤول ده قاعد أولاين والأسئلة بتجيله أو حتى إيفن قاعد في تلفزيون ويمكن دلوقتي حتى وقدر توك شوز بدأت تستخدم الهاشتاج بدأت تستخدم الأسئلة على الفيسبوك بدأ يبقى فيه نوع من أنواع التفاعل وده يعني تخلي الباور لما أنت تكوني قاعدة وبيعدي ليكي 500-600 واحد أو 2000-3000 واحد بتاخدي منهم التعليم الأسئلة والملاحظات فأعتقد ده بيسري الحوار بشكل كبير جدا مش عيب إن كل المرشحين يتواصلوا مع الشباب من خلال أدواتهم لا طبعا زي ما أنا بنزل القرية عشان أتواصل مع أهل القرية أو أهل الأقليم عشان أنا عارف ده مكانهم ده اللغة وده فكرهم وده الأسلوب الأمسى للتواصل معهم مهم جدا أننا أتواصل مع شباب الفيسبوك أو يعني شاب جديد بس هل ممكن نقيس يعني حجم مرشحة رئاسة من خلال موقع فيسبوك وتويتر آه أنا فأتقد إن حازم صلاحة بوسماعي لا بشكل عام لو أنا فهمت قصدك إنه إحنا نقيس ده على أرض الواقع لا صعبة صعبة نقيسة على أرض الواقع ليه؟ لأن أجين الفيسبوك لا يمثل كل الشعب المصري تويتر لا يمثل كل الشعب المصري لكن يمثل شريحة كبيرة وشريحة هامة ومؤثرة في القرار شريحة الشباب اللي هما من 16-17 سنة حد 35 اللي ليهم تواجد كويس شايفوا على الفيسبوك من خلال حتى أنصارهم بشكل كبير جدا البرادي طبعا قبل الانسحاب يعني دي كان طبعا من أنجح فوجة نظرة مين أنجح الحملات للانتخابات الرئاسة من خلال موقع أنا شايف حزم صراحة واسماعيل من أنجح الحملات بشكل يعني خرافي عنده فروورس كتير كتير جدا ومش بكس ناس بيتابعوه لا ناس مؤمنين بفكرته ودي يمكن دي أحد الحاجات اللي كان دايما الواحد يعني أنا مش عايز أنتقد بس دايما الواحد اللي بيتكلم لأن في بعض الناس بتفتكر أنها لما بتأيد مرشح أو بتأيد فكرة هي بتأيده دفاعا عن الإسلام وده لما تتحركي من عقيدة بتختلف عن لما تتحركي من فكرة أو أدلجية سيسية أو شخص مرشح تختلف معاه النهاردة تتفقي معه بكرة تتفقي مع البردع في بعض المواقع تتحفظي عليه لكن لما بتنصريه لعقيدة فبتبقى القصة كلها أنه ده عقيدة فمش ممكن يغلط فمعاه على طول الخط حزم صاحب وسمين حملته ناجحة جدا عملناه مفتوح بدأت تاخد أرض كويس جدا خالد علي خالد علي المرشح الطياري اليساري المرشح المحتمل للشاب الثورة برضه محقق نموه كبير جدا في فترة صغيرة على تويتر تحديدا أكتر كمان نسمع له فورو أنه أرض الصوب قلت يعني أشوف الواحد مفروض يتابع كل حاجة دي مهمة جدا لأنه في بعض الناس تقولك لا أنا خاصة الإعلامين أنا مش هعمل فرول وفلان أو ده أنا مش متفق أمع أو حتى الناس العدي يعني لا واحد من الناس العاد بيجيلي كده مسلا أقول لا ده الراجل أنا مش بس لا أكبر نفسي أن أنا أتابع الميديا دي أو أتابع الشخصية دي حتى لو الميديا دي تعرف يفكر إزاي وتعرف أفكاره وتعرف على أساس أن نختاره الحاجة الزريفة الواحد سعيد أنه بيشوفها الأول مرة في حياته حتى لو كان فيها بعض يعني مؤيد أو معارض أنك عندك فرايتي ما كانش موجود ما كانش موجود على الساحة طول عمرنا كنا بنقرأ نفس الفكرة ومنسمع نفس الأشخاص وحتى إيفن المعارضة كانت المعارضة مرسومة أدوار أنت يعرف المسرحية يمكن دلوقتي ويمكن الحاجات اللي احنا مش واخدين بنا منها أو مش حسنا أن احنا تخطفنا شوية فجأة لقينا المسرح غريب وفيه تدخلات وما فيش تنسيق يعني فيه فيه يعني لخبطة كتير جدا في المشهد لكن أتمنى يعني أن الفترة الجاية دي يبقى فيها حدوث المشهد والنواب المحترمين قبل ما يبدأ يطلع ويقول اقتراح أو يقول سؤال يبدأ يدور يبدأ يعمل بحث يبدأ يسأل هنا أو هنا وهنا بنشوف النواب برا حاجة يعني مؤسسة راجل عمل مؤسسي وراه ناس كل كلمة بيقولها ما قريبا قبليها ألفين كلمة أتمنى يكون ده يعني مستقبل جربوا فينا شوية بس أتمنى ما يتوارش التجربة يا رب يا رب عشان ما نسمعش حاجات تانية تجيب ليه عسى فعلا زي ما عليك قلت هنديني مشاكل كبير قوي يعني يقولي ههتم بالتعليم يقولي ههتم بالصحة ههتم بكذا كذا عم ابتدي في حاجات ماينر قوي كده وما تهمش حد يعني والواحد كان متوقع أن الناس الجميلة دي اللي جات من خلفية دينية يبقى أول حاجة هيعملوها إنهم يراعوا كل كلمة بيقولها في المجلس دي لازم يكون موزون لازم أكون نازل وعرفتي كلمني عن البطالة كلمني عن شوئيات كلمني عن رغيف العيش كلمني عن الفقر كلمني عن البطالة بس يعني هنقول لي مين كانت بصحفي خالد البرومي بشكرك جدا على وجودك معنا وخلاص خدنا منك الأوكين الحاجات دي ستمنى بس أنهم يكونوا سمعين وفاهميني كلام دي عشان ما يكملوش مشورهم شكرا لك يا دينا مشكورك برسي ننتقل الفاصل نكمل معاكم وفي فكرات نهارك سعيد